اشتركوا في القناة الفصل الدراسي الثاني درسنا من دروس القواعد النحوية بعنوان ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان وظرف المكان لكن قبل البدء اود دعواتكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة ودعمنا بالاعجاب والتعليق وفي نهاية الدرس معنا واجب الحصة اتركوا الاجابات معها اسماءكم في التعليقات تجدون في صندوق الوصف رابط الاختبار على الدرس اضغط على الرابط يحولك الى موقع الاختبار بعد رسال الاختبار اضغط على عرض النتيجة سوف تظهر لك النتيجة فورا ولا تنسوا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل فالدهل على الخير كفاعله في صندوق الوصف ايضا تجدون رابط قناتي الثانية جيل المعرفة يسعدنا اشتراككم فيها والتفاعل معها تجدون ايضا رابط قناتنا على التليجرام اللي بننزل على ما وعد دروسنا هنا على القناة ورابط صفحتي التعليم الجديد على فيسبوك ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الاسلامية والدرسات الاجتماعية يلا بنا حبابي نتعرف اولا على ظرف الزمان اجب عن الاسئلة ثم لاحظ واكتشف انطلقت الرحلة من المدرسة صباحا واستغرقنا في الطريق ساعة حتى وصلنا الى مكان الرحلة ثم بدأ برنامج الرحلة بركوب الخيل ظهرا ثم وقت اللعب الحر وتناولنا الطعام عصرا وركبنا الحافلة مساء وعدنا الى المدرسة السؤال الاول متى انطلقت الرحلة انطلقت الرحلة صباحا تمام متى بدأ وقت ركوب الخيل بدأ امتى ظهرا متى تناول الاطفال طعامهم يولنا وتناولنا الطعام عصرا جميل متى عاد الاطفال لمدرستهم تمام كلمات مساء تعالوا نلاحظ مع بعض بقى كده الكلمات الملونة صباح ظهرا عصرا مساء بيقولنا الكلمات الملونة اسماء افعال حروف طبعا عن فين من الاسماء بيدل على زمن وبيكون في نهايتها ايه نهايتها تنوين اه يبقى اسماء الكلمات الملونة تدل على زمان مكان حدث الصباح والظهر والعصر والمساء كلها دي ازمنة يبقى يدل على زمان يتم السؤال عنها باستخدام كيف اين متى تعالوا نرجع للأسئلة اه هنا بيقولنا ايه ماتى 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 يبقى احنا كده بنسأل عنها بايه بماتى يبقى دا حبيبي بنسميه ايه الكلمات دي اللي هي اسماء وتدل على زمن وقوع الحدث او الفعل وبنسأل عنها بماتى يبقى بنسميها ايه ظرف الزمان من خلال هذا النشاط نستنتج ان ظرف الزمان اسم يدل على زمن حدوث الفعل تاني ظرف الزمان ايه هو اسم يدل على زمن حدوث الفعل ايه كمان يسأل عنه باداة الاستفهام متى طيب عندنا كلمات كده مشهورة جدا انها بتدل على ظرف زمان زي يا ترى زي صباحا مساءا نهارا ليلا صيفا شتاء ربيعا خريفا الآن امس غدا قبل بعد منذ كل هذه الكلمات تدل على زمن انتهينا تعالوا نروح للانشطة اختر ظرف الزمان المناسب مما بين القوسين غدا صيفا عاما امس صباحا اسبوعا يذهب الناس الى الشواطئ امتى يذهب الناس الى الشواطئ صيفا سافرت في بعثة نؤط لدراسة الكيميائيات البعثة البعثة متى كانت اه كانت عاما عاما يخرج الفلاح الى حقله يخرج الفلاح الى حقله صباحا زرت صديق المريضة زرت صديق المريض امسي قضيت اجازتي اد ايه اسبوعا كاملا ساذهب ساذهب لمكتبة الحي غدا تمام ضع ظروف الزمان الاتية في جمل مفيدة يوما ليلا نهارا فجرا اي جملة اي جملة انت تحبها مفيش مشكلة يوما انا قلت ايه مثلا يلا فكر كده معايا خرجنا للتنزه يوما ليلا ليلا جلست مع اسرتي ليلا نهارا نهارا زارنا خالي في البيت نهارا فجرا فجرا سامعت صوت الديك فجرا يبقى دي كلمات دي جمل من عندي انا ممكن انت كمان تجيب جمل اخرى غير اللي انا جبتها نكمل الانشطة عن ظرف الزمان عبر عن كل صورة مستخدما ظرف الزمان الصورة الاولى شايف مين فلاح وزوجته ممكن نقول عنها ايه ممكن نقول مثلا يخرج الفلاح الى حقله مبكرا مبكرا ظرف زمان بعد ما تجيب الجملة لازم تتأكد يا بطل ان الجملة اللي انت جبتها وذكرتها فيها ظرف زمان الصورة التانية ان شايف الاولاد لابسين ملابس سقيلة ممكن تقول فيه سالج مثلا يبقى اي شيء يعبر عن الصورة انا شايف انهم لابسين ويرتدون ملابس ثقيلة فقلت ايه نرتدي الملابس السقيلة شتاء طيب هنا واضح بيشربوا عصير ومثلجات ممكن نقول ايه نتناول العصير والمثلجات صيفا تمام هنا شتاء ظرف زمان هنا صيفا ظرف زمان نشاط اجب عن الاسئلة الاتية مستخدما ظرف الزمان متى تستيقظ من نومك استيقظ من نومي مبكرا طيب حد لنا استيقظ من نومي صباحا تمام اجابة صحيحة ايضا ليه لانه مبكرا وصباحا ظرف زمان متى تخرج الطيور من اعشاشها تخرج الطيور من اعشاشها هات الوقت صباحا متى ينطلق القطار ينطلق القطار عايز اي كلمة ظرف زمان تدل على وقت ينطلق القطار ظهرا متى تتناول وجبة العشاء نتناولها امتا نتناول وجبة العشاء مساء تب حد اقول لنا ليلا برضو صح انت هنا حبيبي من ظرف الزمان تعالوا مع بعض نتعرف على ظرف المكان اجب عما يأتي ثم لاحظ واكتشف وقف الاطفال قريبا من الشاطئ وشاهدوا سفنا تسير يمينا ويسارا وقد رفعت فوق هذه السفن اعلام البلدان التي ترسلها وتابع الاطفال فرحين بهذه المناظر الخلابة حتى اختفت الشمس غربا ثم عادوا الى منازلهم يقولون ما اجمل بلدنا السؤال رقم واحد اين وقف الاطفال وقف الاطفال قريبا من الشاطئ اين تسير السفن تسير السفن يمينا ويسارا اين وضعت الاعلام وضعت الاعلام فوق السفن ركز بقى كده معايا احنا جوابنا بكلمة ايه قريبا يمينا يسارا فوق بيقول لنا الكلمات الملونة اسماء افعال حروف عندنا كلمات غربا ايضا موجودة معانا كلها ايه كلها بتدل على مكان واحنا قلنا من الاسماء من انواع الاسماء المكان والزمان وايضا نجد فيها تنوين يبا اذا هي اسماء الكلمات الملونة تدل على زمان مكان حدث قريبا يمينا يسارا فوق غربا كلها تدل على مكان يتم السؤال عن الكلمات السابقة باستخدام كيف اين متى تعالوا نشوف هنا مع بعض الاسئلة اه بتسألنا بايه باين تمام طيب نستنتج من الكلام ذا كله يا حبيبي نستنتج ان ظرف المكان اسم يدل على مكان حدوث الفعل طيب ظرف الزمان كان يدل على زمان حدوث الفعل جميل يسأل عنه باداة الاستفهام طيب ظرف الزمان كنا بنسأل عنه بايه بمتى ظرف المكان نسأل عنه باين ظرف الزمان نسأل عنه بمتى من الكلمات التي تدل على ظرف المكان هي فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، يسار، بين، حول، شرق، غرب، شمال، جنوب، داخل، خارج دي كلمات مشهورة بتأتي ظرف مكان طبعا في كلمات تانية كتير يلا ننحل أنشطة على ظرف المكان اختر ظرف المكان المناسب مما بين القوسين وقف العصفور نؤط الغصن فوق على في حد ممكن يقول لي وقف العصفور على الغصن الجملة صحيحة هي فعلا الجملة صحيحة لكن هو طلب منك ظرف مكان ولم يطلب حرف جر فين ظرف المكان فوق يبقى وقف العصفور فوق الغصن اتجه المسافرون نؤط إفريقيا عن شرق من اتجه المسافرون فين الظرف شرق إفريقيا جلس الراعي نؤط الشجرة على تحت في جلس الراعي تحت الشجرة نشاط أجب على أسئلة مستخدما ظرف المكان أين تقع مصر هدبأ أي ظرف مكان فيه وقوع المصر أنا قلت مثلا تقع مصر شمال قارة إفريقيا أين ارتفعت الطائرة ارتفعت الطائرة فين لأ قلت لي في السماء خطأ ليه لأني فيه بدي حرف جر وكذا انت مجبتش ظرف مكان تب نقول يا حبيبي نقول مثلا ارتفعت الطائرة فوق السحب فوق ظرف مكان أين وقف القائد وقف القائد أمام الجندي أين ذهب التلاميذ ذهب التلاميذ نحو المكتبة أو نحو المدرسة طب إلى المكتبة لا طبعا خطأ يبقى انت عندك ظرف المكان هنا ايه؟ شمال وفوق أمام نحو نكمل أسئلة اقرأ ثم أكمل كل جملة بما يناسبها بحيث يكون بها ظرف مكان أقف نؤة منتظرا القطار أقف على الرصيف فوق الرصيف أقف فوق الرصيف على الرصيف دي جر ومجرور يعني على حرف جر والرصيف اسم وجرور وضعت الكوب على الطاولة أعلى الطاولة وضعت الكوب أعلى الطاولة وضعت الرسالة داخل الظرف في حرف جر لكن داخل ظرف مكان ضع ظرف مكان مناسب بدل ما تحته خط جرى اللاعبون في نقط الملعب استعدادا لبدء المباراة عايز أحزف كلمة فيه وضع مكانها ظرف مكان مناسب نولئي حبيبي جرى اللاعبون داخل الملعب استعدادا لبدء المباراة وفي أثناء فترة التدريب كانت أنظارهم متجهة إلى الجمهور أحزف كلمة إلى كانت أنظارهم متجهة نحو الجمهور أو تجاه الجمهور وكانت الجماهير تجلس في مقاعدها نحزف كلمة فيه تجلس فيه نقط مقاعدها تجلس فوق مقاعدها ولكن عندما بدأت المباراة وقف الحكم في منتصف الملعب يلا احزف فيه بدأت المباراة وقف الحكم نقط منتصف الملعب وسط منتصف الملعب تمام يلا عندنا بقى كده بعض الأنشطة عن ظرف المكان وظرف الزمان مع بعض ضع الظرف المطلوب بين القوسين أجلس مع أبي عايز منك إيه؟ ظرف زمان أجلس مع أبي ممكن تقول إيه أجلس مع أبي؟ ليلا نأكل البرتقال ظرف زمان إمتى بنأكل البرتقال؟ شتاء أسكن نقط مدرستي بين مدرستي؟ لا الجملة كده مش لذيذة ولا ظريفة طب نقول إيه؟ أسكن جوار مدرستي قرب مدرستي جانب مدرستي أمام مدرستي تمام ضع الظرف المناسب مكان النقط أثناء بعد حوله يجتمع أفراد الأسرة كل يوم نقط مائدة الطعام ليتناول وجبة الغداء كل يوم أثناء مائدة الطعام؟ لا بعد حوله؟ نعم حول مائدة الطعام وفي نقط الطعام يشاهدون نشرة الأخبار ونقط ذلك يساعدون الأمة في تنظيف المائدة وفي أثناء الطعام يشاهدون نشرة الأخبار وبعد ذلك يساعدون الأمة في تنظيف المائدة آخر نشاط معنا وبعد واجب الحصة استخرج كل ظرف من الجمل الآتية وبين نوعه الجملة رقم واحد اختفى القمر بين السحب فين الظرف؟ الظرف بين نوعه نوعه ظرف مكان يقف الحارس أمام الشبكة فين الظرف؟ أمام نوعه ظرف مكان ينزل الندى فجراً على الظهور الظرف فجراً طيب نوعه يدل على إيه؟ ويسأل عنه بإيه؟ وهيسأل عنه بمتى؟ متى ينزل الندى؟ تقول لي فجراً يبقى نوع الظرف في زمان يكتب التلميذ فوق السطري هسألك وقولك إيه؟ أين يكتب التلميذ؟ الإجابة فوق يبقى الظرف هنا فوق نوعه أنا سألت بأين؟ يبقى ظرف مكان يتحرك الحكم وسط اللاعبين الظرف وسط نوعه نوعه ظرف مكان يشتد الحر صيفاً الظرف متى يشتد الحر؟ هتقول لي صيفاً ونوعه ونوعه ظرف زمان أحسنتم يا حبيبي نصل الن إلى واجب الحصة تركوا الإجابات مع اسماكم في التعليقات عبر عن كل صورة بجملتين بحيث تكون الجملة الأولى بها ظرف مكان والجملة الثانية بها ظرف زمان عبر عن الصورة اللي أمامك دي والتانية الجملة الأولى يكون فيها ظرف مكان الجملة الثانية يكون فيها ظرف زمان وهكذا مع الصورة الثانية إلى هنا يا حبيبي نكون قد وصلنا إلى هذه الدرس أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بها لا تنسوا التشارك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فالدل على الخير كفاعلة إلى نلتقي بكم لكم مني أطلب الأمنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته